بها الأشواء والبردات ضروري نعمل وصفات جبنة بتشط وتمط ويا سلام اليوم رح نعمل خبز التوم والجبنة على طريقتي ما بقدر أصف لكم قدش هالوصفة طيبة كتير وبتشهي وكمان سهلة وسريعة بأصغر تنجرة عندي بدي أسلق راسين توم ومقشرين ويا ريت ما تستعملوا التوم الصيني لأنه طعمته مطيبة رح أسلقه 3-4 استواء يعني ما بدي تروح نكهة التوم على الأخير وبنفس الوقت ما بدي تضل نكهة التوم الأوية مشان هيك سلقته عرفتوا عليكي فيكن تشووه شوي كمان بس هيك أسهل بس تنغرس السكينة بسهولة هيك بتعرفوا أنه تقريبا استوو بصف فيهم من موية السلق وهن نسخنين بهرس هون بالشوكة وإذا لقيتوهن ما نهرسوا معكم بسهولة فيكن تهرسوهم بمحضرة الطعام أو بمدقة التوم يلي بتكن وهم يصيروا نعمي وهلأ رح ضيف عليهم سنين توم فرش مهروسين هاي الإضافة اختيارية لما بيحب نكهة التوم الأوية لا تحطوها ومعلقة كبيرة بقدونس مفروم كتير ناعم وتقريبا أربع أو خمس معالق كبار زيت زيتون ورشة ملح بالإضافة لرشة أوريغانو وكمان رشة حبق يلي هو الريحان المجفف بيعطي طعمة كتير طيبة لهي الوصفة بخلطهن منيح وهيك صار عنا أطيب سلسة توم ممكن تجربوها فيكن تستعملوا الزبدة بدار الزيت بس بصراحة بالزيت أطيب كتير حطونا عجنب وبجهز للخبز أنا استعملت خبز الصمون المتوفر بمهابزنا هي أصولها بخبز الباكيت الفرنسي خبز هايدي يعني إذا توفر استعملوا بقطعوا بشكل مايل بهي الطريقة وبهي السماكة وهلأ بسنية الفرن بدهنا بمسحة خفيفة من زيت الزيتون مشان يتحمس الخبز من تحت ويعطي طعمة طيبة وهلأ بصف قطع الخبز بهي الطريقة جنب بعض بوزع صلسة التوم على الخبز على كل القطع بهي الطريقة وبعد عين بظهر المعلقة بفردهن كتير منيح حتى يغطوا كل المساحة إضافة اختيارية كمان فيكن تدهنوا اللي قطع بالجبن الكريمي يلي ما بيحب لا يضيف هي طيبة معها أو بدونها أنا مرح أدهن كل القطع وهلأ رح أضيف كمية منيحة من جبن المزرر اللي على كل قطعة وكتروا جبنة كل ما كترت وكل ما تطلع طياب بهالوقت بكون مسخنة قطعنا الفرن على درجة حرارة 180 النار من تحت أول شي خمس دقايق بعدين شغلوه من فوق وتحت سوا درجة التحمير حسب انتو ما بتحبوه يعني بتحبوها كتير مؤمرة ومقرمشة فيكن تزودو عليها بالفرن حسب ما بتحبوه أنا تركتها تقريبا عشر دقايق ما بديها تتأمر كتير مشام ما تبس بسرعة وهيك طلعت من الفرن يا عيني على الروايح يلي بتشهي مؤمرة ومقرمشة وبتشهي عن جد جربوا الوصفة وعطوني رأيكم فيها هيك بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى ان يكون عجبكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموا بلايك شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم